كالعادة مع موجز اخبار التخطيف مفاجأة الاهلي يعرض القندوسي للبيع بتهمة الشوشرة واعادة تشكيل لجنة التعاقدات قلنا واتكلمنا وسبقنا الدنيا وتعرضنا لهجوم انت بتقول ايه يا شريف انت بتقلف يا شريف ارحمنا من الكلام ده يعني انت اللي معاك جني بيجي لك من المستقبل لما اتكلمت وقلت تصرحات القندوسي هيبقى فيها قرارين منعوا من دخول النادي بالنص تتذكروا والقرار التاني قلت يا رب نشوف لجنة التعاقدات بقى طاليق بيه النادي الاهلي النادي الاهلي طلع بيان رسمي وقال بعد التحقيقات على مدار 48 ساعة سابقة قرر النادي الاهلي توقيع الليحة تطبيق الليحة على القندوسي ويعرضه للبيع يا شريف ده سواني بس ما تفهمنا يا عم شريف انت اللي بتفصص لنا كده لكل حاجة منين عرض القندوسي للبيع؟ ومنين اعاد التشكيل لجنة التعاقدات؟ او عد الايكالة او توجيه الشكر بالبلدي للمسؤول التعاقدات في النادي الاهلي وكان احمد القندوسي كان قد قد قدل بتصرحات تلفزيونية اكد فيها اكد فيها ايه؟ بتدخل الوكلاء بشكل بشكل مباشر في الصفقات وده اللي بوز صفقة زين الدين بالعيد وده اللي حصل في صفقة والراجل قال لك انا في صفقتي اتقال ادخل خش مع الوكيل ده ويه في صفقة زين الدين بالعيد قال لك كده بالنص قال لك الصفقة كانت خلصانة رايح النادي الاهلي اتقال له بس سيب الوكيل ده مش هيدخل النادي وامضي مع الوكيل ده كابتن محمد رمضان قرر فتح تحقيقا عاجلا في الامر مع امير توفيق ومع احمد القندوسي في حضور وكيله على مدار يومين القندوسي النهاردة كان بيتحقق معاه مبارح كان بيتحقق معاه امير توفيق ايضا اتحقق معاه طلع القرارات شكرا يا قندوسي مش داخل النادي تاني وعرضك للبيع وشكرا يا امير يا توفيق هنشكل لجنة تعاقدات تليق به النادي الاهلي علما بان الكابتن محمد رمضان كان قد تم تعيينه مديرا رياضيا ومشرفا على لجنتي لجنة اللسكوات اللسكاوتينج ولجنة التعاقدات وايضا قائما باعمال مدير الكورة طب فاهم هلنا بقى يا شريف انا لو مشيت بتاع التعاقدات واعمل لجنة يبقى ايضا القندوسي عنده حق طب لو عنده حق انا بعرضه للبيع ليه طب لو القندوسي هو المزنب وما عنده حق انا بقول لي بتاع تعاقدات شكرا هعمل لجنة محترمة طليق به النادي الاهلي ليه فاهم هلنا على مسئولية شريف جمعة القندوسي تهمته هو القندوسي في التحققات قال لك انا متمسك بكل شيء ومعايا فريسات تقول لي اتعامل امضي مع فلان امضي مع فلان هو قال كده في التحققات وجي الوكيل بتاعه الحالي وقال لك وانا معايا ايضا ما يدل لان كان فيه توجيه لأحمد القندوسي انه يكون وكيله هقول بالاسماء ما عندش حاجة خبية يحيى علي واحمد يحيى الوكالاء المصريين انه هما دول يبقوا الوكالة بتوع والقندوسي قلمح ان نفس الوكالين اتوجه زين الدين بالعيد الجزائري المدافع انه يمضي معاه فبالنسبة لي انا او بخبراتي البسيطة ان تهمة القندوسي كانت شوشار الكلام انه يطلع وقال لك دي يساءل النادي الاهلي وانه يتهم مسؤول في النادي الاهلي قبل اشتركوا في القناة